عدد الراحلين عن الحياة فيها أكثر من عدد الأحياء ولا تسمع في داخلها إلا همسا والكلام هناك ممنوع تماما وإذا أردت العيش في تلك القرية فأنت تعتبر من العظماء إنها قرية قولمة فأين تقع تلك القرية؟ وما سبب عدم التحدث في داخلها؟ ولماذا تزهق حياتا كل من دخلها؟ إنها أغرب الكرة الموجودة على سطح الأرض كل من سمع عنها أصابه الخوف والفزع من شدة ما يحدث فيها وما يدور هناك لكن يتهفت أيضا عليها الكثيرون من البشر ويغامرون بحياتهم لكن الدخول فيها تحكمه شروط وقواعد معينة عليك اتباعها حتى تسلم فما يدور في داخل تلك القرية يشيب له الرؤوس كولمة أحد مدن ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مساحتها لا تتجاوز خمسة كيلومترات مربعة يكثر فيها أعداد الراحلين عن الحياة ويقل فيها الأحياء ويوصف من يريد العيش في هذه القرية بأنه عظيم من العظماء لأنه يغامر بحياته فمن الصعب جدا الدخول إلى هذه القرية والخروج منها حيا عدد السكان في تلك القرية يتجاوز المليون ونصف لكن لن تسمع لهم صوتا أو حتى ترى لهم تراجدا ليس لأن الكلام والانتقال ممنوع قانونا ولكنهم أجبروا على هذا ولذلك أطلق عليها مدينة الأرواح رجح البعض إلى أن السبب الذي جعل عدد الراحلين عن الحياة في هذه القرية يزداد يوما بعد يوم إلى توفد الكثير من السكان للعمل في مجال التنقيب عن الذهب في مدينة سان فرانسيسكو المجاورة لها ما أدى إلى جعلها بؤرة مقدسة بالسكان وهو ما كان سببا في انتشار الكثير من الأزمات الصحية التي ليس لها علاج ولذلك قابل الارتفاع الكبير في عدد السكان بعدد كبير أيضا من الراحلين وتضخمت العدد حتى بلغت عدد المقابر بالمدينة 27 مدفنة لم تكن قرية كولمة في بادي الأمر فيها هذا الكم الهائل من الوفيات لكن بعد أن زاد عددهم جراء التنقيب عن الذهب في سان فرانسيسكو أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بأن يدفن الراحلون في تلك القرية لقرب المدينة ووجود وسائل موصلات عديدة تصل إليها وبعد هذا القرار تحولت مدينة كولمة إلى مدفنة تضم ألاف الراحلين حتى وصل عددهم إلى مليون ونصف مليون إنسان وفي المقابل يعيش بها ألف وخصين أمت شخص فقط ويعمل الأحياء في هذه القرية بائع زهور وفي حفر المدافن ولكن الأكثر منهم يعملون في مجال تنظيم رحلات سياحية للمدافن في المدينة خاصة مدفن المشاهير مثل مدفنة جو ديماجيو لاعب البيسبول والزوج السابق لمرلين مونرو ومدفن ليفي شتاورس مخترع البنطلون الجنز حتى الآن لازلت القرية لغزا مع ارتباط وقائع خروج أرواح الداخلين إليها بعمليات البحث عن الذهب فبرأيك السبب الحقيقي في قلة سكان القرية شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة